شوفنا المرة اللي فاتت التجربة متاع الضفدعة النخاعية وقت اللي قمنا بوخص القدم متاحة هدية اليومنى فبعد ذيك كان عملت ردد فعل الضفدعة ويعني اثناث ساقة القدم ذيك فبش ندرسوه في الحصة هدية شنوه اللي صار من ضفدعة النخاعية هدية وفسرت شمازها ضفدعة النخاعية يعني هي اللي نحن عملنا الاستقصال للدماغ متاحة شنوه اللي صار يعني من اللي صارت لها الوخزة متعلبة حتى لين يعني اثناث قدمها شنوه اللي صار يعني من داخل في بدنها شنية يعني كيفاش يعني آلية وشنوه الحاجات اللي حدثت مع الضفدع باش هي رفعت آآ يعني آآ عاملة الحركة دي ورفعت ساقة آآ بي نحن قلنا اللي وخزناها عن طريق ابرة في قدمها إذن لهنة الجلد لهنة شفنا اللي هو يدخل في الانعكاس المرة اللي فادت فالجلد لهنة تلقى الوخزة متاحة لبرة كمستقبل حسي وبعدك شنوه اللي يعمل بالضبط آآ اتنقلت بعدك هيدا الاحساس بالألم تم انتقاله إلي آآ النخاع الشوكي بي عن طريق الأعصاب شفنا اللي الأعصاب أيضا تدخل في الانعكاس ونحن قلنا قبل في الدرس لوليني اللي اللي الأعصاب عنا آآ أعصاب حسية وحركية هكا ورية وفهمة أعصاب مزدوجة يعني تقوم بنقل الأحساس وبالحركة في نفس الوقت وقلنا أيضا إلي الأعصاب تتكون من شنوه من ألياف عصبية ووريتكم زادة شكل بتاع الليف العصابي وقلنا إلي الليف العصابي فيه تفرعات هذه الكل شفناه في درس وظيفة الاتصال باهي اللي صار إلي اللي صار الإحساس بالوخص بالألم انتقل من الجلد عبر الأعصاب الحسية بالطبيعة ونمشي نمشي للنخاع الشوكي وبعد هي كان النخاع الشوكي أصدر أمرا إلى العضلة باش إنها تتحرك يعني فاثنات الضفدعة يعني القدم متاح هذا هو اللي صار بالضبط فهي النخاع الشوكي أصدر أمر يعني للعضلة عبر شني عبر الأعصاب يعني عندي أعصاب بتهز وأعصاب بتجيب أعصاب بتهز يعني الإحساس بالألم وفم أعصاب بتجيب الأمر من عند النخاع الشوكي يعني الأمر بتتحرك العصاب هدية كما قلنا هي متكون الياف يعني الياف عصبية هي اللي تهز الياف عصبية حسية من اللول تهز الالم الاحسس بالالم للنخاع الشوكي ثم النخاع الشوكي يصدر امر للالياف للضفدع عبر الياف العصبية الحركية هي اللي يعني تاخد زر رسالة من عند النخاع الشوكي وتبشي بها للعضلة وبالتالي يعني يعني تقوم العضلة بالحركة متاحا نزيد ونفهمو الكلم هدية بالتفصيل الجيد ان شاء الله ببعض ناتا لكن قبل هدية نحب نعرفكم على شنو معنتها سيالة العصبية انا قلت قبيلة اللي وقت اللي وخزنا القدم متاع الضفدع يعني للمستقبل الحسس لهنا الجلد تلقى الالم هديك في الفستوى الجلد الهناه هديك ما يسمى ما يحبر عنه بالسيالة العصبية نشأت سيالة عصبية حسية لهناه على مستوى يعني الجلد إذن على مستوى الجلد نشأت عندي يعني سيالة عصبية الألم هديك يعني يعني نعبر عليه بندخل في العصاب بالسيالة العصبية يعني هي عبارة على الرسالة نقلتها الأليف العصبية الحسية هزتها لنخاع الشوكي النخاع الشوكي قرأ هاته الرسالة وعطى أمر للأليف العصبية الحركية بش تمشي يعني تهز أيضا سيالة تتحول لهنا السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية فعطاها رسالة هذه بالتحرك عطاها رسالة للعضلات بالتحرك هذه الرسالة هي ما يعبر عنه بالسيالة العصبية الحركية فيعني تحرك لهناء العضل يعني هذي الكليك صار في وقت يعني وجيز جدا بحي ناخذوا نزدوا طنس تنفهم أكثر الحكاية ناخذوا إذن تعريف السيالة العصبية إذن شنه هي السيالة العصبية؟ هي الرسالة التي تنقلها الأعصاب من أعضاء الحس شكون هما الأعضاء الحس معروفين؟ اللي هما قرناهم في الترسليني؟ اللي هما يعني العين والأذن والأنف واللسان والجلد إذن هي ضمن أعضاء الحس وإلا نسموهم المستقبلة الحسية إذن هي الرسالة التي تنقلها الأعصاب من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبي المركزي هذه هي شمالة السيالة العصبية وبعدك ومن الجهاز المركزي إلى الأعضاء المنفذة والأعضاء المنفذة لهنا هي شنه اللي عندي؟ هي العضالات إذن كما تلاحظوا لهنا وكما قلت أنا قبلها نستنجوا اللي عندي زوز سيالات عصبية عندي سيالة عصبية حسية تنشأ في مستوى المستقبلة الحسية لهنا اللي هما أعضاء الحس والمثال بالنسبة لي أنا لخذيته ومثال الضبدة على مستوى الجلد لهنا الجلد يعني مستقبل حسي تنشأ فيه يعني هذه الرسالة الرسالة الإحساس بالألم هدايا اللي نسموها السيالة العصبية تنقل فيه تهزل الجهاز العصب المركزي والجهاز العصب المركزي اللي خذيناه نحنا هو اليخاع الشوكي بهي إذن ومن الجهاز المركزي إلى الأعضاء المنفذة العضلات العضلات اللي تقوم بعملية الحركة إذن كما تعرفوا الألياف العصبية مربوطة بالعضلات فيتم نقل السيالة العصبية يعني في الألياف العصبية هذيك إلى أن يعني يوصل للعضلة فتتلقى الرسالة بالتحرك فتتحرك إذا هو يعني شنو القاعد يصير إذن نستنجو اللي فما كما قلت قبيلا سيالة عصبية حسية شنو هي السيالة العصبية الحسية سيالة العصبية الحسية هي سيالة جابذة شنو مالتها؟ تنقل بواسطة ناقل حسي ألياف عصبية حسية إلى مركز عصبي إذن أحفظها عندي سيالة عصبية حسية أول مرة تنقل بواسطة ناقل حسي يعني ألياف عصبية حسية وتعرفنا على شكل الألياف العصبية وكل شيء قلنا ألي فيها التفرعات والكل تهزوا إلى المركز العصبي وبعد شنو هي السير؟ يولي عندي سيالة عصبية حركية في مستوى المركز العصبي عندي سيالة عصبية حركية سيالة نابذة يعني خارجة لا هي سيالة داخلة كما هنا هى سيالة جابذة لا هنا ذanal احفظهم سيالة نابذة سيالة عصبية حركية أو سيالة نابذة نعبر هي سيالة نحتفظها تنشأ في المركز العصبي وتنقل بواسطة هل تنقل حركي شنو هي الألياف عصبية الخلال العصبية يعني ه superior الحركه على الحركة الى الاعضاء المنفذة للحركة مثلا العضلات او الهدد المفرزة لساء المعين مثل اللعاب او مثلا كما قلت انا ناجم واحد يصير يعني الانسان يعني يشوف طعام مثلا ولا حاجة بدون ارادة يصير منه لهذا اللعاب فهذه يعني ايضا تعتبر منه الاعضاء المنفذة به ما صار السيالة العصادية يسمى القوس الانعكاسي كما تلاحظوا الهن قاعدة نحكي فيه الكل يشبه القوس يعني بدينا من الجلد وانتهينا للعضلة يعني العضلة اللي هي تحت الجلد فنحن عبارة يعني عملنا كما تلاحظوا الهناء هذا ما يسمى بالقوس الانعكاسي هذه المصار السيالة العصبية يسمى القوس الانعكاسي به نخدمو لنشاط اربعة صفحة 23 باش نزيد ونفهمو اكثر الكلم اللي كنتم قول فيه وبعدين ان شاء الله نشوفو صورة صفحة 24 صورة بتاع قوس الانعكاسي باش ندرسوه يعني باش نفهموه بطريقة افضل به اذا النشاط الرابع بناء القوس الانعكاسي افضل دع النخاعية عديمة الاحساس الشعوري والحركة الارادية هذه شمالة تعتفد على النخاعية فاسترتي لكم مروري فاتت ولكنها تستجيب تلقائيا وبسرعة الى وخص جلد القدم بثني سيقها الخلفي ماذا يحدث في الفترة الوجيزة التي تفصل بين تنبيه الجلد وثني السيق اتمم الجدول التالي وثيقة الثلاثين وثلاثين بوضع العناصر الضرورية لحدوث الفترة الانعكاسي عندي هنا خلط العناصر وهنا خلط فيها الوظيفة متع كل عنصر اذا كما قد عملنا التجربة ضفط النخاعية المروري فاتت تعرفنا على العناصر التي تتدخل في الفعل الانعكاسي شفنا ان الجلد تدخل في الانعكاس اذا الجلد يعتبر من المستقبلات الحسية شنو الوظيفة متعوه؟ تنشأ على مستوه السيلة العصبية الحسية السيلة اللي انا كنت نقول فيها يعني هي عبارة شنية؟ رسالة السيلة هي عبارة على رسالة تنشأ في مستوه الجلد يتم نقلها عبارة الناقل الحسي يعني عبارة العصاب الحسية الى المركز العصبي نتعديه للعنصر الثاني الثاني شنوع اذا عندي السيلة العصبية ثم نقل حسي السيلة العصبية وين تمشي؟ تمشي للناقل الحسي من الجلد للناقل الحسي وظيفة الناقل الحسي هي ينقل السيلة العصبية الحسية الى النخاع الشوكي تعديو العنصر الثالث اللي هو النخاع الشوكي شنو الوظيفة نتعوه؟ يحول السيلة العصبية الحسية الاحساس الى السيلة العصبية حركية يعني يصدر الامر للعضلة حتى تتحرك يعني السيلة العصبية الحسية الى هنا يعني عبارة رسالة جاتوا بالاحساس بالألم يحولها هو الى يعني رسالة يهزها للعضلات عبر ينقلها عبر الناقل الحركي الى العضلة حتى تتحرك اذا نخاع الشوكي فما عندي شنيه الناقل الحركي اللي هو كما قلت ينقل السيلة العصبية الحركية الى الاعضاء المنفذة سهل الاعضاء المنفذة شكون مثلاً هنا عندي العضلات شنو الوظيفة نتيحة؟ تنجز الحركة نعمل نعمل نشاط اخر الوثيقة 332 حتى نزيد نفهمه يعني الكلام اللي كنت نقول فيه هذا الوثيقة 332 وظائف العناصر المتدخلة في الفعل الانذكاسي حدد باستعمال السهان طبعها على الرسم التوضيح التالي الوثيقة عدد 33 مصار السيلة العصبية التي ادت الى تقلص العضلة تقلص عضلة من عضلات الساق ماذا تقلص العضلة؟ يعني انكماش يصيب العضلة في بعض الاحيان الانكماش هادية نتيجة مثلاً الاخرية يصير عند مثلاً الرياضيين نتيجة كثرة مبالسة الرياضة مثلاً او نتيجة تمدد الساق الفترة طويلة فيصير لها انكماش او تقلص العضلة ايضاً ما هو اللي صار من اللون بالكل باستعمال الساق الفترة او نتيجة تقلص العضلة باستعمال الساق الفترة اول حاجة نتدول بها هي المستقبلة الحسية الجلد بالجلد تنشأ فيها كما قلنا سيلة عصبية حسية ثم السيلة العصبية الحسية تنقل الى النخاعة الشوكي بنقل عمبر الناقض الحسي اللي هو الخليل العصبية الحسية وبعدك النخاعة الشوكي يصدر امر للعضلة الامر دي يتلخص في سيلة عصبية الحركية تنقل بواسطة النقر الحركي يعني خرية عصبية حركية اذا تنقل اللي صار العضلة فالعضلة شنوها تعمل يعني تنجز الحركة والي عندي حول عنها كما قلت شوفوا هني حودوس الحركة يعني فتتقلص عندي العضلة هذه هو اذا مصار سيلة العصبية ماهه فاصل لكم طوى اذا كما قلت قبيرة الوثيقة صفحة 24 زدون فموا بها القوس الانعكاسي بعد ما فهمنا شوية المصطلحات ذلك اذا هذا رصد مبسط للقوس الانعكاسي المثيل حركة انعكاسية نخاعية تحدث اثرة بالمستقبلات الحسية بالجلد هاذي طيب ما نفهمه ما معلتها قوس الانعكاسي نبدأوا بهذه الوردة يعني العضلة هاذي هي العضلة هاذي هنه هو مقطع يعني عرضي للنخاع الشوكي شوفناه قبل المقطع العرضي هاذي في الدرس الولاني وشوفنا هذي هي المادة النخاع اسمه هي سنجابية وعنها المادة البيضاء هذي هذي يعني مثل النخاع الشوكي المقطع عرضي شوفوا الهنه النخاع الشوكي يخرج منه اعصاب شوكي اعصاب شوكي اعصاب شوكي بهذا نفسر لكم اكثر نزيد المريكم التصويره هذا هو النخاع الشوكي اللي نحكيه عليه النخاع الشوكي سنقوم بمقطع عرضي يعني قصيناه وشوفنا من فوقه كما وردتكم الصورة الهنه هذا هو المقطع العرضي وبعدك شنوه اللي صار المقطع العرضي هذي النخاع الشوكي في صحاب شوكي هي يخرج في صحاب شوكي التصويرutable على الاعصاب الشوكي هذي يعني هي الدينії اثنين تبق Building المطاع لنظرين عصب الشوكيه هذيك شنوه فيها من داخل فيه الياف عصبية فيه الياف عصبية مسؤولة على الاحساس وفم الياف عصبية مسؤولة على الحركة الازرق هذيه هو الياف عصبية مربوطين في بعضهم خلايا عصبية حسيه تصل حتيك شي للجلد وفي نفس الوقت في العصاب الشوكيه هذيك في العصاب الشوكي الواحد يعني هذيك عنا زادة الفرع الاخر هذيه فيه خلية عصبية حركيه يعني الياف عصبية حركيه لها هذيه 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 التحده وهذه الياف العصبية النا عندي التفرعات متع الياف العصبية شوفو كيفاش لاسق في الياف العضلة في العضلة به تولجوا نحلوا الوثيقة نتاعنا اذن قلنا اول حاجة نبدأ وبايا هي الجلد يتم إثارة الجلد باستعمال مثلا إبرة وخص مثلا فتنشئ عندي سيالة عصبية بهي سيالة العصبية هذه تنقل بواسطة الخلية العصبية الحسية ناقل حسي هذه الأليف العصبية كيف تشوفها هنا خلية عصبية حسية بهي تنقل مين تمشي؟ للنخاء الشوكي شوفوا هنا خلية الخضرة هذه كخلية عصبية رابطة تربط هنا تم تحويل في مستوى هدايا النخاء الشوكي يحولها من سيالة عصبية حسية يحولها للسيالة العصبية حركية يحولها للسيالة العصبية حركية يحولها النخاء الشوكي وبعدك شكون لتهزها الخلية العصبية حركية تم نقلها لبين تهزها للعضلة تهز الرسالة والعمر من النخاع الشوكي للعضلة بش تقول العضلة تتحرك فهمتوا؟ يعني النخاع الشوكي هو ليصدر الأمر يعني السلية العصبية حركية هي عبارة على شنية على أمر من النخاع الشوكي للعضلة يتم نقله عبر الخليل العصبية الحركي ما هي؟ هذي عصب شوكي نقول في الكل هيدا بتبعها عصب شوكي لن تفسر لكم قبيلة وهذه العضو المنفس هذا هو شنو معلتها القوس الإنعكاسي